لو أنت وامرأة بغرفة وحدة وهي عارية تماماً وأنت عندك قوة جنسية عالية وعندك حاجة للجنس قوية يا ترى من الناحية العملية بتقدر تمسك نفسك عن الحرام تحية من عندي الله عليكم مباركة طيبة حكينا بالحلقات الماضية من هالسلسلة هاي يلي عم نحكي فيها كيف نشجع الشاب خاصة المراهق ونفهمه أنه أنت هالقوة الجنسية اللي عندك وهالضغط الجنسي الشديد اللي عندك يلي بيشارك وكأنك أنت لو ما استجبت لأحاسيسك معناته رح تختنئ وتموت لهالدرجة بيشعر أحياناً المراهق وأحياناً حتى يلي عمره 30 سنة وحتى يلي عمره 40 و50 حسب كل شخص فهذا الشعور بأنه أنت رح تموت إذا ما مهارست الجنس أنا عم بيثبت لك يا ابني المراهق ولا يا أخي الشاب الرجل أنا عم بيثبت لك أنه الموضوع أسهل مما أنت متوقع وأنه ما له مستحيل وأنه هو مجرد صبر مؤقت لفترة قليلة لدقائق نفترض لنص ساعة ساعة لكن بالنهاية خلاص الموضوع بيصير سهل وبتقدر تتجاوزه لأنه ما في شي بهالدنيا بيستاهل أنك تعصي الله من شانه بل بالعكس لما أنت بتنجح بالامتحان فربنا بعوضك وبيعطيك ما لا يعطيه لغيرك فالحنا تقريبا بهالسلسلة هاي تقريبا وصلنا لآخرة يعني يمكن يكون بقيان هالحلقة وحلقتين تانيات يمكن وخلص الموضوع وبالنسبة للمواقف اللي صارت معي بأنه كيف امرأة امتنعت عنها رغم انجزابي الشديد لها فيمكن ما بقيان غير هالحلقة هاي تبع اليوم اللي صار هالمرة أنه أنا وصلت على النمسا يعني مثل ما نالكم بفيديوهات عن حياتي فيديوهات قديمة أنه طلعت من لبنان برحلة بيسموها رحلة الموت من كتر ما هي كلها مغامرات وأشياء عجيبة وربنا ستر ووصلت أنا بالآخير على تركيا وبعد فترة قررت أطلع على أوروبا وكلهم يعني رحلات خطيرة جدا وبالآخير وصلت على النمسا أول ما وصلت عن النمسا تقريبا بعد يعني أسبوعين يمكن أو بعد بضعة أيام من وجودي بالكامب اللي بيكون أول استقبال بعدين عطوني بيت يعني السكنو أنا وجماعة فكل واحد له غرفة خاصة فيه المنطقة كانت حلوة كتير طبيعة وإلى الزكريات لليوم بتمنى أنه أرجع زورهم هذا لو أنا متذكر شو اسم المنطقة أصلا بتمنى أرجع زور المنطقة واسترجع الزكريات كان إلى يعني كتير أسر إن واحد بعد كل هالتعب وصل بالآخير واستقر فبتعرفوا قرية نمساوية ففيها يعني هالخضار والطبيعة والهوى فكمان هذا كله بيشجع على الجنس يعني كمان بيخلي واحد نفسه منشريح على الجنس وأنا كنت بهذاك التوقيت يعني اللي عم بيحكي لكم فيه عن هالقصة هاي بالذات فكنت يعني بدون زوجة وعايش لوحدي فأصلا عندي ضغط جنسي يعني وحتى لو ما في قدامي يعني امرأة تحرك مشاعري فما بالك إنه يعني كمان يصير معي هالموقف هذا اللي بدي إلك ياه فالمهم كان في عندي جارة هالجارة هاي هي جاية على ما أذكر من هنغاريا ويعني بتحكي ألمانية طبعا أحسن منها بكتير إنه كنت أنا هلأ واصل يعني ما صر لي كم شهر وإن كان يعني لفظة للكلمات مو كتير مثالي لكن بتظل يعني جيدين المهم إنه كان في احتكاك بيني وبينها بما أنه جارتي وبما أنه هي بتطلع بتشتغل وبترجع وأحيانا بتجي سكرانة يعني فبدأ الباب علي وبتحكي معني كم كلمة وما لي فهمان شي عليها بعدين يعني بترجم كلامها فبفهم إنه متلع بتسلم أو شي يعني كلام هيكة واحدة سكرانة معرفة يا شو بتحكي فبلا مع السلامة أهلا وسهلا مع السلامة وسكر عليها باب بيتا يعني هيك كانت الموضوع بعدين أنا قلت لحالي يعني هي إنسانة يعني بايني ضايعة فأنا يعني ليش ما قوي لغتي معها إنه بلش قوي ألمانيتي معها يعني وبنفس الوقت بحاقيعة الدين وهكذا يعني يعني هنيكا في شوية ملال يعني هنيكا كنا قاعدين يعني ما في شي غير إنه أدرس ألماني وطبيعة وهدوء يعني فبشي بشة هالمخلوقة يعني ما ما في حدا غيرنا تقريبا يعني فبلشت حاول حاكية عن الله عن وجود الله عن الإيمان بشكل عام شوف شو عنده أسئلة وجودية وجاوبة عليها بس كله طبعا بصعوبة شديدة لأنه ما في لغة يعني فشو حاول مثلا شوي حاكية كم كلمة بالألماني بعرفون متعلمون من وقت ما كنت بتركية هيك كتدرس لحالي ألماني بالموبايل يعني بالتطبيقات ويعني أحيانا استعين بقى بالمترجم جوجل ترانزليتر يعني المهم هي بترحب كتير وتبتسم وتنبسط وتقلي الحديث شيق معك وكذا فأنا تشجعت يعني قلت يعني والله واحد بيأخد سواب ونفس الوقت يعني عبي قوي لغته عبي قوي لغتي الألمانية فطبعا عرفت كمان أنه هي متزوجة فبالنسبة لي يعني خط أحمر متل تعرفوا أنه يعني مستحيل فكر فيها آآ كأنه أصير علاقة بيني وبينها أو شيء أنه متزوجة وإن كان زوجها مو معها وتاركي زوجها لكن كنت بهذاك الوقت ما بعرف مسلا آآ اسألة أنه أنت يعني قدير صليك مسلا تاركتي سنة سنتين طب فيك تطلقي نفسك آآ منه كذا يعني ما كنت بعرف هالشيء فا يعني خلاص عندي خط أحمر وانتهى الموضوع المهم شيء ما طول عليكم آآ منجي لآخر مشهد بالقصة كلياتها صارت العلاقة بيني وبينها قوية يعني آآ منقعد نحكي بالدين دائما فمرة آآ دعتني أنه أدخل لعنده على البيت طبعا أنا دخلت لعنده قبل هالمرة يعني أكثر من مرة مسلا قالت لي يا ريت تساعدني بأنني ننت الغاز مسلا فأنا رياضي يعني طبعا حملت لعنده ننت الغاز فوتها على البيت آآ وكت قعدت هيك يمكن سواني آآ أنه بيتك حلو وكذا ومشيت يعني هيك كلام مجاملة ومشيت يعني فيه أكثر من مرة دخلت لعنده بس المرة يعني نسيت والله على أي أساس عزمتني أنه آآ عود عندي ونحكي وبالدينه تلعادة فأنا ما عندي مشكلة دعت نحكي وسكرت الباب قفلته أكت لحالي موضوع عادي يعني وما بتوقع أصلا أنه هي كان حطة ببالها شي يعني ما بتوقع ما بعرف المهم فإجاب بالي أنا أكت لحالي مشاوضح له يعني خلال حديثي ما عالقيت أنه في شرات ما عدت فهم عليه فأكت لحالي خليني يكون شاطر وزكي وخليني ترجم الكلام مو للألماني مو من العربي للألماني على جوجل وإنما من العربي للهنغاري لحالي هيك بتفهم أكتر وبيكون يعني شغلة حلوة فعلى ما يبدو بوقتها كان جوجل آآ يعني سيء كتير يمكن بالهنغاري أو شي فصار تفهم عليه يعني غلط المهم أنا أحكي وهي تستغرب إنه شو عم بيحكي أنا وأنا مصر يعني أنه أفكر حالي إنه أكيد بالهنغاري أحسن له يعني هو خلاصة الحديث إنه وصلنا لعب حاول ترجم له مقاطع من زهني من كتابي تبع الزوجين المؤمنين عم حاول يعني أشرح له فلسفة الجنس من منظور المؤمن كيف يكون آآ في رقي عن العلاقات العادية المهم يعني فأنا مرأة جملة عم فهمها فيها إنه المرأة مهما كانت يعني آآ مغرية فالمؤمن بيمسك نفسه ليش إنه بيخاف الله أو هيك شين هالكلام فهي الترجمة طلعت غلاط فهي فهمت إنه أنا عبقلها إنه أنت مالك مغرية وإنتي ما بتقدري آآ تسيريني تحركيني ما بتقدري يعني هيك فهمت شي بضحك هوي شو اللي فهمها هيك ما بعرف وفجأة لقيتها تطلعت فيني هيك قالت لي هيك لكان طيب سواني حالي شو دا تعمل هيك عدت أنا عبقلي بالموبايل إنه حبشوف التطبيق الأحسن والترجمة الأحسن رجعت لابسة شي يسهل خلعه بأي لحظة بتصير عارية تماما يمكن ملابسة شورت على الأغلب يعني حتى لابسة شي من فوق طويل ومغطيته مثل روب ديشامبر يمكن بيسموه هذا يعني آآ صار في عندي اغراء آآ خمسين بالمية آآ عن التعري ونفس الوقت يعني فيني قد نظري المهم بعد ما قعدت رجعت لمكانها وقعدت يعني عبدا تحكي معي قالت لي هيك لكان يعني أنا ما بسيرك بس أنا ما بعرف على ما أذكر عبترجم لك ما لساتني بجوجل يعني أنا فكري عبصلح الكلام ما بعرف هي إزا لسات عبتفهمه غلط كمان وأنا ما لي منتبه أنه جوجل ممكن يترجم للألماني أحسن بكتير ما يترجم للهنغاري بهذاك الوقت لأنه لليوم جوجل بيترجم للغات أحسن بكتير من اللغات تانية يعني هو كلهم حاططون مع بعض بس بالواقع يعني لما بتجرب الترجمات وتلاقي لليوم يعني أنه في لغات وجوجل ما كتير جيد فيها مثل العربي يعني العربي هو جوجل سيء فيها أما مثلا بدك ترجم نص من إنجليزي لألماني أو من ألماني لإنجليزي يعني أحسن بكتير ما ترجم من عربي لإنجليزي أو ألماني يعني لهلأ جوجل عنده هال مشكلة هاي فما بالك وقته يعني كان لسا جوجل متخلف أكتر المهم أنا كان فكري أنه عبوضح لأنه لا أنت فهمتيني غلط وبقى بعدين بقى بدأ انتقل للفكرة التانية فكري أنه كمل بالمحاضرة الدينية تبعي كمل وشرح لها كمان فما بقعرف شو عبيطلع الشرح شو عبيوصلها كمان المهم اللي بذكره أنه ما طولت كتير يعني بعد ما قعدت وهذا اللابسته يعني يعتبر نصف تعري أو شي وشافتني أنه أنا عبكم المحاضرتي عادي وكأنه هي يعني أنه هالنصف تعري اللي عملته كأنه ما أثر فيني فهي بدل ما تفهمها أنه أخلاق عالية مني كأنه يعني أكدت لها فهمة السابق أنه أنا عبت حداها أنه أنت يعني امرأة غير مسيرة هيك شي كأنه مع أنه بالواقع يخرب أي تلبها هي علوة كتير يعني 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 هي بتجنن يعني بس ما فهمت غلاط المهم جيت لكم المحاضرة عب إلا كذا وكذا فما لقيت غير واحدة فجأة بوقفت دارت ظهرة زتت تتيابة كلها على الأرض أنا عمشوفها لساتني من ظهرة لعمل التوقت يعني أنا رح اشرح لك يا ابني المراهق رح اشرح لك حالتي بدون حياء مشان أنت تعرف أنه الأحاسيسة اللي أنت بتشعر فيها مو ما حدا غيرك شعر فيها ومو أنه يعني اللي بيمسك حاله بيكون هو يعني ما له من جزب كتير لا بيكون من جزب مثلك وأكتر ومع ذلك بيمسك حاله والله بيعينه وبتمضل قصة ولا كأنه شي صار فأنا لما شلحت ما بنساه الموقف لهلأ يعني هاللحظة هاي هالمشهد هاد ما بيروح من ذاكرتي لهلأ أما اللي قبله عبقلكم النسيان أنه شو قلت له بالضبط كذا بس هاللحظة كانت يعني حسيت أنه رح يوقف قلبي حسيت أنه يعني بمعاني كتيرة مع بعض مو بس أنه هي مثلا امرأة أوروبية والأوروبيات لما تكون بيضة كتير هيك وعب تضوي ضوي لأنه مثل ما قلنا نحنا المرأة السوداء إلى نوعية من الجمال والبيضاء إلى نوعية البيضاء بتأسر فيك أكتر قبل ما تلمسها يعني منظرها بيأسر أكتر أما السوداء ملمسها هو المغري أكتر بكتير فيعني كل واحد قلو شي سبحان الله فالمهم فهي بياض شديد جسم جدود جسم حلو واحدة هي أصلا صغيرة يعني كي امرأة بثلاثين وامرأة يعني عاملة بتشتغل يعني بإيدها فبالتالي يعني كمان جسمها يعتبر نوعا ما رياضي يعني بتتحرك فما في ترهل يعني فجسم عبيضه يضوي أنا رح يوقف قلبي ونهبلت ونصطلت أنه لك شو صار وأنه ليش هيك عملت هاي فجأة فمن ناحية يعني إغراء رهيب جدا من ناحية تانية أنه أنا أصلا يعني عزابي بهذاك الوقت ويعني ما لي متحمل أي ضغط يعني فهي اتنين ثلاثة مو أنا شفت واحدة مثلا عبرائبة من النافي زي أم شفتها مثلا أو عبتجسس عليها فأغرتني واحدة هي عبتخلع ملابسها وتقل لي أنا جاهزة بين إيديك هذا هذا ضغط معنوي إضافة للضغط المادي يعني ضغط معنوي فضيع هذا بأوي الشهوة والرغبة أضعاف مضاعفة أنه هي عبتقلك عمليا أنا بين إيديك أربعة وهي المصيبة الأكبر بهالقصة كلها أنه مخلوقة قافلة الباب ومعصبة مني انفكرتني عبتحداها بأنوستها يعني ما في مجال التفاهم بخاف تعمل لي مصيبة تصرخ تدعي أنه أنا تحرشت فيها تورطني انتقام ليش انتقام لأنه ستة وهذا صاير كتير يعني قصص أنه مثلا كيف الرجل هو أكثر حيوانية من المرأة هذا معروف يعني الجرائم الجنسية غالبا يمكن 95% منها بالعالم الرجل هو اللي بيعمل تحرش ولي بيعمل اقتصاب حالات نادرة كتير أنه يكون المرأة هي تعتدي عليها جنسيا يعني هذا يعني بيكون نوع من الاستهبال يعني بس ممكن يصير يعني بس مهو الأصل فقط لكن المرأة آآ ادعاءاتها بالتحرش وطوريطها للرجل آآ انتقاما منها لشيء بتعتبر أنه جرحت كرامتها أو شيء معين إذا رفضها أو مثلا آآ ازعجها أي شيء فبتورطه وخاصة بأوروبا هذا شيء يعني مثل شرب كاسة المي يمكن كل يوم بيصير مئات المرات يمكن يعني شيء مرعب فالشبه كنت متيقين أنه بدا تخرب بيتي هي بدا تورطني شيء ورطة إذا أنا رفضت أني أعمل معها جنس مثل مشكلة متزوجة يعني أنا خوفا من القانون وخوفا من سجن بجي بعمل جنس مع واحدة متزوجة لو بدي موت ما بعمله فأنا لقيت يعني حل وسط إنه مشان هديها ومشان يعني طبعا لو ما ربنا كمان يعني يسر إنه هالحل ينجح كان موضوع كمان أصعب كتير لكن يعني ربنا يسر فقلت له أول شيء مدحت له أنه ستا شو دي ساوي يعني أنا متزوجة إلا أنه أنت حلوة ما بحياتي ما عملتها بس طبعا يعني هذا الكلام بوقتها كنت معتبره أنا أنه حرام بس قلت هذا الحرام أقل بمليون مرة ما أعمل معها يعني جنس كامل خليني أمدحها بكلمتين حلوين خليني أخلص خليني أهرب فقلت له آآ أنت حلوة كتير أنت آآ جزابة جدا أنت ما شاء الله عليك يمكن حتى قلت له حبيبتي ما بعرف يعني هيك حكيتها كم كلمة حلوين حتى آآ فهمها لعبة حداكي ولاشي يستر عرضك هربيني منهم فالمهم قلت له أول شيء كلام حلو يعني اخذت القصة دقيقتين يمكن فقلت له كلام حلو وقلت له لو سمحت بس افتحي الباب أنا بكرة برجع لعندك أو المساء أو شيء منسيت شو قلت له قلت له بس مضطر دي اطلع وبرجع لعندك وانتي أمر وانتي حلوة وانتي مدري شو حبيبتي بس خليني اطلع منسيت شو قلت له والله بس أنه يعني كلام لطيف ونبرة لطيفة وهادية وكذا فهي طلعت هيك كمان مستغربة أنه يخرب هيتك كواحدة بهالجمال وجسم مشدود وصدر مشدود وإلى آخره كله شيء يفليش لك كل هالجمال وعبداللي بدي يروح وبدي يجي فحسيت أنه هذا مجنون يعني كأنه الزلمة فبس بما أني عم بيحكي معها بلطافة ما بعرف ربك كمان يعني نزلها على قلبها بشكل معين فهي مترددة فتحت هيك الباب شوي شوي لشكرا كتير يا أهلين بدي شو شو مع السلامة وهربت وهم طلعت من عندها دخلت أنا آآ البيت تبعي فأنا هون بدي صور لك أنت كشب مراهق أنه يعني بتتخيل أنت الضغط الجنسي اللي كان عندي بهذه اللحظة يعني بهذاك الوقت كان عمري 38 فأنا بهذاك العمر كمان كانت أوتي رهيبة جدا وضغط جنسي رهيب فأقسم بالله حتى آآ بش سموها هاي عادة سرية حتى هي ما عملتها يعني أنا بدي فهمك يا ابني المراهق أنه الموضوع مو متل واحد ما بيتخيل أنه لحيموت ولازم يمارس معها وإذا فرضا ما مارس معها طبعا الأقل لما يتركها يروح يريح حاله بقى ويعمل عادة سرية مثلا لا أنت فيك حتى عادة سرية ما تعمل الشغلة نفسية مهما كنت أنت مضغوط هذا اسمه ضغط نفسي جنسي بس أنت تقول لعقلك أنه أنت ما بدك تعمل جنس خلاص جسمك بيتكيف ممكن يزعجك جسمك خمس دقايق عشر دقايق ربع ساعة بعدين خلاص بيروح بيفهم عليك جسمك أنه أنت ما بدك بعد فترة إجا قرار نقلي للمنطقة اللي أنا فيها هلأ اللي هي أقرب كتير على آآ العاصمة فينها فاآآ ودعتني وعانقتني فلابسة يعني تياب كذا عانقتني يعني شو بدي اتفجأ مثلا يعني مهم إياها بتعبر لي أنه يعني أنه أنت كنت صديق آآ ذكريات أو شيء كذا تلا ربنا يحميكي ربنا يوفقك ما ديري شو ومشيت فأنا اللي شعرته من عيونها ما لي متأكد بس يعني شعرته من عيونها أنه هي متعجبة أنه يعني شو هالبني آدم هاد اللي هي شايفة بعيوني أنه أنا معجب فيها يعني معجب بجمالها معجب بشخصيتها لكن ما بعمل حرام فهي استغربت أنه معقول في حدا هيك فأنا توقعي الشديد أنه هي يعني بعد ما رحت لأنه هي بعد ما أنا صار هالموضوع بيني وبينها وهربت من الغرفة تبعها يعني بعدها فترة قريبة كتير آآ انتقلت يعني آآ تركت البيت وراحت على فتوقعي الشديد أنه هي يعني بتكون بلشت تبحث آآ بالإسلام تدرس شو هدا الإسلام يعني بهالفترة يعني أنه إنه هذا الزلمة شلون قدر يعمل هيك معقول لأنه مسلم معقول الإسلام بقدر يخل واحد هيك يعني هيك بتوقع المهم بعد منها لما انتقلت من هالمنطقة وشييت لها المنطقة اللي أنا فيها هلا فتلكم يعني بحلقات ماضية إنه كيف ربنا يعني كان في هذا كتير خير إنه نقلني هالنقل هي يعني وكأنه لما عملت معها الموقف هاد فكأنه ربنا كافأني يعني صدت اللي أنا أقرب للعاصمة آآ فوائد كتير المهم الحمد لله يعني حصلت على مكاسب كتير كتاب بالفيديو القديم يلي فيه إنه آآ رحلتي لأوروبا والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة